اهلا بيكو تعرفك على وجهة برنامج الافتر فكت دي هتحدد اذا كنت هتكمل الكورس معايا او لا اصفينيس بزي تقفل من الواجهة كده وبتتوتر ومش بتبقى حبة الواجهات الصعبة وتبقى عايزة حاجة بسيطة وسهلة تقدر تشتغل عليها فالواجهة او وجهة برنامج افتر فكت هي اللي هتحدد انك تقدر هتكمل معايا الكورس او لا انا اسلام منضو بعلمك افتر فكت من تحت السفر الاحتراف اعمل لايك سبسكرايب ويلا بينا النهاردة يا شباب هنتعرف على وجهة البرنامج الادوبي افتر فكت انا عندي شوية بانالز شايف العلامة الزرقة دي كده دي بانالز دي بانالز تانية عندي شوية بانالز هنتعرف عليهم في الكورس بتاعنا عندنا شوية ادوات دي هنتستخدمها وعندنا هنا شوية وورك سبيس الورك سبيس دي تقدر تغيرها زي ما انت عايز ايه فايدة الورك سبيس انك لو تخترت اي وورك سبيس ستلاقي وجهة البرنامج معاك اتغيرت اهو بالشكل دوت وفيه كمان وورك سبيس كتير اوي اهو كالر فيه في وورك سبيس كتير تقدر تشتغل عليهم او تقدر تختار الارايحك انا اختار الستاندر تمام البانالز عندي مارينة جدا يعني اقدر اجيب بانالز دي تحطوه هنا مسلا معاهم اي اقدر اجيب مسلا اه البريفيو ديت مسلا احطها تحت هنا اه اقدر مسلا اقفل البانالز بتاعت افكت كلوز اقدر مسلا اه اقدر اغير اي حاجة مكانها البانالز وكل دوت مارينة فانا خلاص بقى لغبطت الدنيا وقفلت بانالز انا مش عارف مكانها والدنيا بازت معي فانا عايز ارجع كل حاجة زي ما كانت اروح اندقل البانالز مسلا اي بانالز من اللي عندي اروح اكليك يمين ورسيت تو سيف لي اوت اهو اترجع كل حاجة زي ما كانت تقدر تختار وورك سبيس معاينة تشتغل عليها من كلمة ويندو من ويندو مسلا اختار من وورك سبيس من وورك سبيس تقدر تختار اي وورك سبيس انت عايز تشتغل عليه وتقدر تعمل لو بواصل الدنيا زي اللي احنا عملناها من برا ولو فيه بانالز عندك مختفية وعايز تخليها تظهر من القائمة ديت زي مسلا بري فيو مسلا انا هخليها تختفي اهو بص بري فيو اختفت من عندي هنا انا عايزة ترجع تانية تظهر اروح عليها وتك عليها بدأت تظهر بي فيو عندي ديه ده بالنسبة للبانالز اللي عندنا وهنا دوما عندنا الطايم لاين اللي هنشتغل عليه وهنا بروجيكت اي حاجة نبدأ نضيفه على البرنامج ودلوقتي هنضيف اول بروجيكت لينا على البرنامج والطريقة اللي سهلة اللي تقدر تضيف بيها هي دابل كليك على المكان الفواضي دوت فتح لي الجهاز بتاعي اقدر اسحب اي فيديوهات عندي وفي طريقة تانية وهي انك تتكي كليك يمين وبعد كده تتكي امبورت فايل وهيبدأ يفتح لك الجهاز بتاعك برضو فانا هختار الطريقة السهلة وهي دابل كليك وهفتح الفيديو ده مثلا خلينا نروح نسحب كذا صيغة زي صور فيديوهات كل الكلام ده دي صورة اهي وده فيديو وده اختار اختار صوت وده صوت يا صديقي اختارنا تلات حاجات مختلفة بتكي امبورت بدأ يعمل عندي امبورت للصورة والفيديو والصوت كده عندي اه تلات حاجات بطريقة بصيغات مختلفة كل صيغة بيبقى ليها لون معين لو اخدت بالك ولو اتكيت على اي صورة او اي فيديو بيجيب لك التفاصيل بتاعته ومقساته عندك الفيديو دوت مقسه في السانية كل تفاصيل بتاعته بتبقى في القائمة ديت انا بقى عندي مجموعة صور كتيرة فيديوهات كتيرة صوت مقاطع صوت كتير فانا عايزة نظم الدنيا عشان تنظيم الدنيا مهم جدا في الافتر ايفكت الناس كتير قوي بتدهي من افتر ايفكت بسبب عدم التنظيم هي بتتخنى مثلا ان هي ما نظمتش من الاول ما ماشتش على خطوات تنظيمية كويسة فالدنيا بازت ما اتخنى اي تتقفلت من المشروع اللي شغالة فيها بص علي ما اتنظمت ازاي انا كاسلام انا بحب انظم كل حاجة في النيو فولدر يعني شوية الفيديوهات اللي عندي احطها في النيو فولدر شوية الصور اللي عندي احطها في النيو فولدر ابدأ انظم الدنيا عندي وافهم راسي من رجلي هروح الفايل دوت ده بيكريتلي نيو فولدر واسميه زي ما انا عايز في طريقة تانية وهي كليك يمين ونيو فولدر بدأ يكريتلك نيو فولدر تاني انا مسلا اخليه صوت وده هضيف فيه كل الاصوات اللي عندي ده انا عندي صوت اهوت اضيفت هنا اه دوت مسلا انا كريتته برضو اعمل له رينام واكتب عليه فيديو ده هضيف كل الفيديوهات اللي عندي زي الفيديو ده ده مسلا اعمل نيو فولدر واكتب عليه صور ودوت هضيف كل الصور اللي عندي انا بقى كده عندي الصور لوحدها والفيديوهات لوحدها وبدأت انظم الدنيا والدنيا بقت انظمة عندي هنعمل برضو خطة مهمة قوي وهي ان احنا هنسيف البروجيكت بتاعنا نسيف البروجيكت بتاعنا دوت مش معناه ان احنا هنعمل اكسبورت للفيديو او نخرج فيديو لأ احنا بنسيف البروجيكت بتاعنا عشان يبقى محفوظ نقدر نفتاحه في اي وقت نروح على كلمة بعد كده بعد كده بنحفظه مثلا على الديسكتوب او نحفظه مع الفيديوهات بتاعتنا اللي احنا سحبناها يعني انا عندي مجموعة الفيديوهات والصور اللي انا ضفتها في اكيد في ده هي في نيوفورد فاروح جنبهم كده هم في الدولود روح جنبهم كده اقول له يا عم انا سايب لي البروجيكت هنا واتك على سيف لو روحت كده في الدولود فورت وروحت عالدولود احفظ لي البروجيكت مع بتاعي مع الفيديوهات اللي انا سحبتها او الصور او الصوت ليه كويس ان هو يتحفظ مع الماتيريال بتاعتك دي حاجة كويسة جدا في انك مسلا لو انت مش هتكمل على البروجيكت دوت في حد تاني هيكمل انت ممكن تدي له الداتا بالفايل بتاع افتر افكت فاول ما يفتح الفايل الشغل هيتفتح له بكل الداتا بتاع اللي انت مدها له فخلينا مسلا اه ان احنا عندنا داتا هوا عندنا داتا هاي لو اتحركت من مكانها ممكن يحصل ليه خلينا نغير كده اداتا من مكانها انا عندي الصورة ديت احرك مكانها اهوات الصورة ديت اروح اعمل لها كد في اي حتة عندي مسلا واتك بست اروح الفيديو بتاعي زهر لرسالة بسيطة جدا بيقول لك انت غيرت المكان تاع الصورة فانا مش لقيها فعلا احنا غيرنا مكانها فزار معايا الصورة بالشكل ده طيب اه انا عايز ارجحها مكانها روح اعمل لها كد اروح في الدولود وعمل لها بست واروح على برنامج افتر افكت واتكي كليك يمين واعمل ريلود فوتج اول ما عملت ريلود فوتج راح دور عليها في المكان بتاعها ورجحها زي ما كنت خلينا اتعلم حاجة برضو كويسة قوي وان احنا نعمل كومبوزيت كومبوزيت ده بتعملها انك بتزبط مقاسات لشغل جديد او بروجيكت جديد ودي بتتعامل من العلامة اللي تحت ديت كريت اه نيو كومبوزيت او تتكي كليك يمين نيو كومبوزيت تمام في طريقتين زي ما انت عايز او كومبوزيت ونيو كومبوزيت في تلات طرق اهوة اختار الطريقة اللي تريح انا هتتكي نيو كومبوزيت وبنظهر معايا في نيو كومبوزيت اتسميها تسك شوية مقاسات بتقدر تختار منها اللي انت عايزه 4K فيلم كل اللي انت عايزه سوف افضل حاجة HDV 1080 ودي عدد الفريمات اللي هتبقى في السنة يعني دي بنقدر نقول عليها 30 فريم في السنة بعد كده بيجيب لك المقاسات بتاعت البروجيكت بعد كده بيجيب لك الفريمات اهيت وبعد كده الريزولوشن الريزولوشن دوت مش الريزولوشن الفيديو لأ ده الريزولوشن الشغل اللي انت اشتغل عليه هنا في الورك سبيس يعني انا مثلا اقوله انا عايز بنص الجودة يعني ان احنا كده هنشتغل بنص الجودة هنشوف هنا نص الجودة مش هنشوف الجودة كاملة لو خليناها فل هنشوف الجودة كاملة ده يقصر على الفيديو لا لا ده مش هيقصر على الفيديو ده هيقصر على البلاي يعني انت اسناء التشغيل هتشوف نص الجودة لكن لما تيجي تخرج الفيديو لا الفيديو يتخرج بالجودة الكاملة بتاعته تمام فأنا مسلا هنخليه عشان انا عندي جهاز يعني على قده فهنخليه على ربع الشغل او اقل من ربع كمان. بيقول لي ايه عايز تخلي الخلفية سودة? قل له اه انا عايز اخلي خلفية سودة. هنا كريت لي الكمبوز بتاعي وبقى ده شكله. بس انا احس ان مقاسه مش طبيعي. بص يا صديقي مقاسه مش طبيعي فانت تروح على العلامة اللي هي مية الاثناشر ونص في المية. واقول له ايه عم انت خلالي اتناشر ونص ليه? هملالي فت مية في المية. اهو. وهنا بقى اللي كنا بنتكلم عليه كلمة فل ديت اقدر خلي الجاف ده اللي هين تشتغل زي ما قلت بربع المساحة نص نص الجودة التلت اربع او التلت التلت الريزولوشن. واو اقدر اعملها بس الافضل حاجة انا بخليها ايه اه جودة اسوأ حاجة اشوف بس اشتغل بسرعي. بقى البرنامج معيه سهلس وسهل كده ولزيز. تمام? طب انا عايز اعمل كومبوزيت بي الريزولوشن بتاع الفيديوهات اللي عندي. وانا عندي فيديو اهو اروح رايح عليه. شده ورايح على كومبوزيت. وتسيبه هنا. هيعمل ايه بقى? هيعمل هيكرية كومبوزيت جديد. تمام? ويروح مزبط مقاساته وحطه لي. وهيعمل كومبوزيت هنا مع الفيديو بتاعنا. اروح انا شده برا كده. بقى هنا بس. لا كمان من هنا هو. تكمبوزيت ده والكمبوزيت ده هو. هقدر اتنقل. الريزولوشن وحش ليه. عشان انا عامل على ربع جودة. هنقدر اخليه مسلا يعرض للجودة كاملة. فالريزولوشن يتزبط شوية معايه. ده هيفرق معاك في التشغيل بس. مش هيفرق معاك في اي حاجة. معاك هنا بقى الطايم لاين بتاعنا. خلينا نخلي فول عشان نقدر نشوف مع بعض. بص. كده بدء من الثانية السفر وانت ماشي هوت. بدأ معايا يعرض لي الفيديو بتاعي. وساعات اللي يعني الفيديو ما بقاش شايفه انت كامل. انا هنا شايفه كامل عشان فيديو صغير. ممكن ما بقاش شايفه كامل. لو انت روحت عند الزوم هنا تقدر تشوف تقرب على جزء معين في الصورة. جزء معين سوري في الفيديو. او تباعد شوف الفيديو كامل. تمام? او من كلمة او من زرار او وتقرب وتباعد. الناس اللي بتشتغل على ادوبي بريمير هتبقى عارفة الموضوع ده كويس. كده في الفيديو ده عرفنا وجهة البرنامج وتعرفنا عليها وعرفنا ازاي كمان بنضيف اول شغل لينا على افتر ايفكت. اتمنى انك ان استفدت من الفيديو دوت انا بقدم كورس افتر ايفكت. من تحت السفر الاحتراف اتمنى انك تعمل لايب وسبسكرايب وتفرج على الفيديو اللي بعده عشان تستفيد وتبقى شاطر في الافتر ايفكت وتبقى محترف وتنطلع حاجات قوية سوا. وانا اسلام مندو بقدم لك كورسات كتير قوي عندي على القناة ادوبي بريمير ادوبي اديشن وبرامج تانية كتير. هتمنى انك تخش تفرج عليهم برضو هتستفق جدا. وبكده وصلني لعاية الفيديو. اتمنى انك تعمل لايك سبسكرايب. وهيباختم الفيديو بكلمة لا اله الا الله.